موسيقى السلام عليكم خوتي وشارككم لا بس بخير بونجينا نتكلم عن المباراة التعليمية عن ضد امبولي اللي خلاص سيفر سيفر على كل حال ونحكو تانيك على ولدنا اسماعين بن ناصر قدم اداء سيئ اليوم مش سيئ 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 ولكن لازم نتذكر الاسباب عندما ترى اسماعين بن ناصر سيئ صح سيئ لو ترى السباب تعرف عليش اسماعين بن ناصر كان سيئ اليوم وغيروا المدرب على كل حال لأن عندهم دورة أبطال أوروبا نهار لربعة ضد مابولي عندهم مهم جدا لأن هذا هي النقطة اللي أحب أن نبدأ بها أنه بيولي اليوم ما دخلش يعني اللاعبين الأساسيين بلادخلش دياس ومدخلش جيرو يعني كان عدة لاعبين اللي دخل لاعبين واحدة أخرين ولاعبين هاتهما كما اسموا أوريقي وعنده كريبيتش واسموا الصالمايكر الصالمايكر اللي كان اللي فاتت دخل في الشوطة التاني نحكي عن البوستا إسماعين بناصر البوستا إسماعين بناصر تكلمنا عن المباراة اللي فاتت وكان مقدم عدد عرائع جدا وخرج من أحسن اللاعبين في المباراة في هذه المبارة اللي يربحوها ربعة زيلة ضد نابولي واليوم في نفس البوسواق ولكن ليس بنفس اللاعبين يعني الخطة هذي ماتمشينكش على على اللاعبين كامل بالصح وراها المشكل المشكل كانت من المشاكل المشكل اللولاني وقب الى المبارات الأولى الأولى في المبارات المشكل لذلك الاسمائ妮 بنصر ليست في كراجل النات غير الصغير التفاصيل على كل شيء هو هوريجي نبدأ وني أصلك إلى ب��رة الليلة على nucleاريس و sav滿��하면مchw까지 لتهت مستمع Osamaio y Samaim� بنصر لا يظهر في هذه المباراة حتى أنه لا يفتقد كوراة وكلما تطول المباراة كلما اللعب يفقد التقاطعه يقدم آداء رائع جداً أعجبني اليوم طيار الله يبارك سترجع كوراة من أروع ما يكون يعني بيكون صراحة هو اللي رأوا حاكم تقريبا البوستة إسماعيل بن نصر وإسماعيل بن نصر اللي رأوا حاكم البوستة عشرة كما قلوه بتقدم يعاون هجومياً يروح على الجهة اليمنى ويروح على الجهة اليوسرة إسماعيل بن نصر اللي يوم كما ركíveisوا ما تشاهدون هنا، ماو كان يعني يعني مقدم آداء مليح见 مليح ولكن هجومياً ما كانوام مليح في الهجوم اللي كان خالل في الهجوم كان أهم النقطة اللي كان يستعملها إسماعيل بن نصر كان يروح بين الخطوط كما ركليبك ، وعيدة صور قليلاً يدخل بين الخطوط. يدخل بين الخطوط. يدخل بين الخطوط أنه ينتظر الكوراة التانية القوارات الثانية التي ارتدت من عند الدفاعات ودخلت للمنطقة تعبين الخطوط التي كان يستعملها إسماعيل بن ناصر وكما ركوا تشوفوا هنا زوج مرات هو يسترجع قوارات في هذه المنطقة القوارات الثانية يعني كان مقدم في هذا الدور كان مقدمه في الشوطة الأولاني كان مقدمه هجوميا أنه كما قولوا يسترجع قوارات يبني اللعب يوزع للجهة اليمنى أو يدخل على الجهة اليوسرة لحاول يدخل اليوم كما شاهدوا في الشوطة الأول كان يدخل بزاف على الجهة اليوسرة ولكن كانت كثرة الدفاعات التي كانت كما قولوا غالقة على إسماعيل بن ناصر وغالقة على وسمه تيو هيرناندس كانت غالقة على تيو هيرناندس والمشكلة هادا اللي كانت غالقة على تيو هيرناندس بعدها أخي دوك نحكي لكم كما يدخل جيرو واسمه هو أوريجين يوم كان هو أسوأ التنقية نبدأ ونعطي لكم التنقية على كل أحد أوريجين عنده 6.6 هو أسوأ التنقية في المباراة يأتي مورا إسماعيل بن ناصر 6.8 ثم يأتي مورا إسماعيل بن ناصر 6.8 ثم يأتي مورا إسماعيل بن ناصر 6.7 نحكي لماذا؟ لماذا؟ فيولي لعب بنفس الخطة التي لعبها ضد مابولي ولكن لا تنجح لها باينة لا تنجح لها لأنه لم يكن دياس لم يكن جيرو لم يكن المشكلة كانت في رأس الحربة لم يكن يعطي الأداء الذي كان مطلوب منه اليوم يرى باريسونب أوريجي نحكي لكم بالتفصيل اليوم يرى أوريجي كان خارج الإطار ليس قضية أنه كان يراطي ليس ريبيتش أو كان يراطي ليس ريبيتش أو كان يراطي لأني جايكم لدورة ريبيتش اللي تحول هو رأس الحربة لأن أوريجي كان غايب يعني نورمال موريبيتش يلعب على الجهة اليسرى وبناصر يكون في الوسط الميدان يميل سواء اليسرى أو اليسرى لو كنا نشوفه برناصر كان يميل بزاف الجهة اليسرى لأن الجهة اليسرى خلاها ريبيتش ورح تحول إلى 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 قناص إلى كما قلوه مهاجم لأن غياب أوريجي تماماً غياب أوريجي تماماً أولاً نعطي لكم واحدة النظارات أوريجي هذا اليوم يعني كين قارنوا بين جيروا جيروا حتى وما يسجل ولكن جيروا نحكي لكم أنه شدوا جيروا جيروا عنده بغداد بونجاه يصدم يكروشي عنده الاندفاع الباداني عنده باريزوبك يضيعوا الكورة يحاول كيفاش يعمل للضغطة التحركة تتعو تتبيت اللاعبين هذه هي النقطة المهمة تتبيت اللاعبين جيروا يعرف كيفاش يتمركز يعرف كيفاش يتمركز يفتح اللاعب باريزوبك نبدأها بجيروا بعد ندخلكم في أوريجي في باريزوبك ما هذا اللقطة شكل يدخل بها يدخل بها وقل بياس الله أعلم هذا في الشرطة التانية بعد ندخل سال ميركز يدخل بها جيروا كيفاش ما جايش الأهل الواصل يعني ما جايش الأهل الواصل يدخل يكروشي يدخل على العم يعني سال ميكاس جيروا وقراهاك جيروا كيرا سحب معاه يعني سحب اللاعبين كما لكوا تشوفوا المساحة في الوسط قاعدة فارغة يعني يجي لاعب ملخة يحتل هذه المساحة يدخل ويدخل ويدخل للمنطقة الفارغة هذه يعني يجيروا في التحرك تأجد بلاعبين مع خلال اللاعبين يركزوا عليه ولاعبين واحد يغرب قاتل منطقة في الواصل هذه المنطقة هي المليحة حتى هذه المنطقة لو كان يتيري سال ميكاس بلا يدخلها حتى يتيري سال ميكاس وتتطرد إلى المنطقة كما يقوله الفارغة اللي يقدر يجي لاعب من الخلف ويزيد يحطها في الشيباك هذه النقطة من النقاط تأجيره وتحركه أما أوريقي تلمون لي ما كانش أوريقي اليوم لا كان ضغط لا كان يلمسكوا لا كان حتى أصلا يسحب اللاعبين في بعض الأحياني أخوتي شفت أنت أوريقي وين رايح؟ رايح الجيهة هذه اليسرى وش كان فيها؟ يعني أربع لاعبين يعني الدامعة إذا هو أوريقي زاد دامعة لاعبين يعني القورة باريزوب رايزوب تيو هيرنانديس وكان إسماعين بن نصر فيها ثلاثة الجيهة اليسرى كانوا مسكين القورة ووسمو وقوريقي زاد رحليهم يعني وجدك انتال منطقة هذي كم كانت تلت لاعبين نورمال مونتا زد تديت اللاعبين اللي تبتهم لأن مؤاجب دائما يكونوا مع فاريزوب زوج لاعبين يتبتهم معه يعني يتحركوا معه بزات فانت كي زد تروح لاصحابك زد تديت المدافعين معك يعني هذه هي اللي خلاك إسماعين بن نصر ما يلقى شروحه في هذيك الجيهة هو السابب الأكبر هو أوريقي التمركوز التاعو إسماعين بن نصر فقد بعض الكورات ملقاش التوازن أما باش نعاود نولو الخطة اللي فاتت هنايا وش يخص يخص إسماعين بن نصر الموالف يلعب معه موالف يلعب معه وشفناها في الخطة اللي فاتت وتكلمت لكم عليها يعني كيلعب في هذا المنصب إسماعين بن نصر عشرة كان لياو يدخل كان لياو يدخل و يخلي إسماعين بن نصر يمسك المكان تاعو كانت اللامركزية كانوا يديروا كانوا يلعبوا واحدة اللعبة رائع جداً أنهم يتبادلوا لبوس يتبادلوا المراكز يعني كانت بين وسمو كانت بين طونالي ودياس كانوا يتبادلوا المراكز يدخل للوص طونالي يحكم الجيهة ليصلا وكان لياو يدخل للوص ويسمعين يحكم المكان تاعو يعني كانوا دايرين خالل في دفاعات هذه ما قدرتش تمشي لأن أول سبب كما قلت لكم موريقي وثاني كريبيتش اللي تحركت بتاعو ولا هو رأس حرباء يعني خلنا المنطقة هذيك أغلب اللعب يخلشتو كان كهو رأس حرباء يعني تقريباً اليوم الميلان لعبت بتسع لاعبين بالحارس عشرة لعبت يعني في الليرم يحرقوا الكرة لعبت بتسع لاعبين هذا اللي يخل خالل في الميلان اليوم اللي يكلفهم و собствен المعكو رأيهم من التعادل يعني نورهم يلعبوا على الترتيب بش أ أهلهم لأهل إلى دور أبطال أوروبا يعني أن تم إحتللوا ش المركز اللي أهلهم على دور عبطال أوروبا وبالعام الجايد ما رح جلعبوا دور أبطال أوروبا ‫العناءاً ما لازم اخرج من دور أبطال أوروبا يعني أي مباراة مهمة هنا ميلان فقدت فقدت نقطتين تأمينتين اليومة بالسبب يعني نورمال مو ما ما يدخلوش نورمال مو أوريجي نورمال مو خلاص ما يدخلوش كما نشوفو عدلي عدلي يقدر يدخلوه يقدر يمد إضافة مرانيش نمثل بالبوصل عدلي وتع أوريجي لا لا صحنا نقول لك كي لاعبين حتى وما عندهم فرصة اليومة أراك بيولي اليومة مباراة كما قلوه حبي تخلي بعض اللاعبين تريح بعض اللاعبين تريح دياس على أقل دخل أدلي يعني أدلي صغير وعنده المستوى أن أوريجي ما ما راهو داير والو مع الميلان دا ألف 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 فرصة ما راهوش يمد نورمال مو هدايا لما ما راهوش في المستوى اللي يلعب في الميلان بيكون صراحة حابس حتى ما يجري ما يتحرك ما يجب دمعه لاعبين في بعض الأحيان لغر خلاوة على بلون باللي مكان والو مكان أوريبيت اليوم ضيع عدده أهداف لأن ما كانت عنده القرارات سليمة خرج فاسا فاس تيرها ضربها في القارديان خرج فاسا فاسا على الجهة اليوسرى بلوكها بسدرو حطها زاد قدمها غلق على روحه تيرها خرجت في السماء يعني ضيعت الميلان تريك اليوم ضيعت هذا هو النقطة اللي حبيت نتكلم فيها الخوتي أنه إسماعين بن نصر اليوم ما باش لأن اللاعبين اللي كانوا محيطين به والسبب الأصلي 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 هو أوريقيه واللي خرب الخطة هادية كامل واللاعبين يعني كما قلوه غياب اللاعبين الأساسيين أكيد إسماعين بن نصر هجوميا ما يقدرش يمد لك في هذه المباراة ما نطوش عليكم خوتي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام